نبدأ معكم الحين محاضرة عن الاليرجي ستاتس ايدنتفيكيش ان ديكمنتيشن قبل ما ابدأ المحاضرة ان شاء الله رح اتكلم اعرفكم بنفسي انا مها دريملي كونسلطانت كلينيكال فارمسيست I'm working on Prince Muhammad بن عبدالعزيز National Guard مدينة المنورة طبعا I'll talk today about the allergy status identification and documentation قبل ما نبدأ المحاضرة حياكم الله يا خواني كلكم قبل ما نبدأ المحاضرة رح اتفق معاكم على انه المحاضرة رح تكون two ways discussion يعني انه في حاجات كتيرة رح نشارك فيها experience سواء انا او انتم كلنا نتشارك مع بعض في experience طبعا كلكم ما شاء الله اكيد health providers either انه بعضكم pharmacists, physicians, dentists, nurses يعني اي health providers فلازم نتناقش مع بعض ونستفيد من خبراتكم كمان انتو بحيث ان نشوف هل really كل المستشفيات بتعمل allergy status identification documentation ولا لا كم منكم شاف مشاكل بسبب بسبب حدوث allergy عند الpatient فانصرف له دواء غلط صار عنده اخد جرعة يعني من دواء معين الدواء هذا سبب له ممكن حتى مو allergy انا في laactic shock ممكن دخل العناية المركزة ممكن لا سمح الله انه توفى هو الشخص هذا كم منكم شاف يعني اذا ممكن تبلغوني يعني I need your experience في الموضوع هذا كم منكم شاف حالات تعرضت allergy جاء المريض المستشفى وصرف العلاج وحصل عنده انا في laactic shock دخل مثلا في صدمة بسبب الحساسية من نوع من الادوية او دخل العناية المركزة او حتى مات يعني شاركوني your experience please خلونا من البداية نتفاهم انه احنا حنتكلم مع بعض خلود ما شاء الله very active من البداية خلود تقول ما شفت طيب ما سمعته ممكن احد يشاركوني لو سمحته your experience I need your experience عشان نحن نتكلم كثير عن موضوع هذا لانه very very important طيب السؤال التاني مدام ما شفته لما انتو كhealth providers you have a good system in your hospitals مثلا هل في عندكم في المستشفى الكمبيوتر system عندكم في recording للأيرجي حقية الpatients اي patient ممتاز غيره طيب هل really انتو في عندنا ريحانة قالت ايوة في طيب غير ريحانة عندكم عندكم system good system to document الأيرجي ممتاز اميرة بتقول في طيب انا ابوارف it's mandatory ممتاز excellent اميرة بتقول it's mandatory it's good طيب لما انتو عندكو system هذا really reviewed هذا system يعني مثلا مين المسؤول عنه مين المسؤول عن الدكومنتاج عن قتل الالرجي عندكم في المستشفيات المستشفى اميرة you know ولا لا ممتاز فيه الارت ممتاز ريحانة بتقول فيه الارت it's good ما شاء الله طيب مدام فيه الارت طيب انه انه patient ريحانة ممتاز ريحانة بتقول لنا انه patient عندنا لما يكون عنده حساسية على طول بيصير عندنا alert ممتاز حتى اميرة بتقول الكلام هذا طيب هل really كل patient لاحظت ولا في بعض patient ممسجل لهم هل 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 انت من خلال ممتاز ريت كلام هل انت من خلال experience حقتكم لاحظتوا المريض بيعرف اصلا عنده حساسية هل المريض really informed that he has allergy من خلال تعاملكم مع المريض اميرة رحانة اللي جاوبوني some of them not all of them طيب لما ما يكون المريض عارف يا اميرة مدام انت رديتي قلت some of them لما المريض ما يعرف انه عنده allergy يعني not informed عنده هو في alert موجود في الكمبيوتر انه هذا والله عنده حساسية ممتاز ممتاز اميرة she said that we ask them regularly excellent طيب اميرة ممكن عارف تخصصك your specialty family physician excellent دكتور اميرة الحين انت ممتاز يعني انت في very important place to meet these patients يعني انت اكتر ناس بتتعاملوا مع الpatients ولازم يكون عندكم الpatients انتو بوابط gate of the hospital for the patient انتو بتوقفوا family medicine بيوقفوا الpatients either ان يحصلوا admission ولا لا فالدكتورة اميرة قالت انه family medicine فهي بتسأل الpatients و discuss مع الpatients اذا عنده حساسية من اي نوع من انواع الادوية منتاز short stay بتقول رايحانا for us in short stay unit we ask patient in initial assessment excellent هذا المطلوب منكم هل عنده حساسية مثلا food allergy medications allergy group كامل طبعا بس كمان ابقول لكم بالنسبة ل family medicine بالمناسبة انا اشتغلت مع family medicine تقريبا اذا family medicine clinical pharmacist for maybe 20 years يعني فالpatients بعض المرضى على فكرة ممكن ياخد نوع من انواع الادوية مثلا الانتيباتيكس مثلا انا عرف مريض قاعد ياخد augmenting 4 years for sinusitis the patient has no never never allergy from these medications المريض هذا سافر خارج المملكة راح امريكا كان عنده هناك شغل عانى مرة ثانية هناك من sinusitis هو متعود كل ما جاته الاتاك راح ايش اخد augmenting هو كده متخيل اخد augmenting من الفارمسي واخد ابنفرم في نفس الغرفة حق الفندق فتصوروا قاعد ياخدوا سنين وهناك جاتوا الحساسية فلادفع اي نوع من انواع الالرجي خرهم راح اقver بطرم ول الالرجي اخد modes بطرططải our learning objectives today we're going to talk about identification the true drug allergic reaction define different types of classification of adverse drug reaction we're going to identify the clinical presentation of drug allergy recognize the treatment of drug hypersensitivity reactions differentiate anaphylaxis from the allergic reaction presentation and its treatment we're going to start today by case number one which is for patient 64 years old woman she has a history of anaphylaxis from cifroxim and she was diagnosed with bowel obstruction and treat treated by labrotomy and mesh repair they plan to the to treat this patient most of by metronizazone and cifrofluxacillin and they thought they uh they 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 said that that uh this patient will um uh will they will do for him uh antistripto antistripto lysine o titer before uh discharge by one day during the admission of this patient the patient receives cifroxim 750 milligram iv every eight hours prescribed via cbo allergy alert fire overridden by physician with okay also fired by the pharmacist administered by the nurse without verifying the allergy and the pharmacist also the nurse even though the nurse administered this medication for the patient without verifying the allergy and also they found there's the uh over the bed transcribed by uh no not known allergy for this patient after the patient after receiving this cifroxim 70 hand 750 milligram iv he has suffered he was suffering suffered from anaphylactic shock and then coded transfer to icu and the patient expired unfortunately so in this case as you see here in this case the we we would come will be blamed on this uh case who what do you think who gonna be all taha said all yes another volunteer please another volunteer no volunteer no volunteer all of the health care in the scenario yes rayhana it's good another volunteer this case of course um amira said communication problem all i think yes but you know all are uh sharing in these uh medication errors or event error that happened to this patient really physician mrb plus pharmacist plus nurse uh all are uh sharing in this fault or this uh medication error that given to this patient and this patient medication errors a near-mess patient with non-allergy harm category you we gonna see here uh here we will see uh the first we gonna talk about potential to cause harm damage they found the potential to cause harm damage was high on 2016 and the near miss error didn't reach the individual the near miss that's what we mean by near miss near miss that the error happened to the patient but not but not reach this patient any 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 the error happened and catched by the uh by the health provider before reach to the patient also the this the highest percentage was in the error reach individual but not harm or damage the patient it was seven here by uh on 2016 uh and required monitoring to confirm no harm damage was the highest on 2017 the temporary harm required intervention just one on 2015 and temporary harm required initial or prolonged hospitalization um which was uh 2017 uh the number of patient uh was one i think this percentage is not accurate why because um and uh i think the uh medication error was not were not documented that time because the percentage here is very low and i doubt this is a true true uh percentage we will move now to define what is allergy what is anaphylaxis what is drug allergy and what is cross reactivity and what is drug hypersensitivity of course each definition has its own mean like what is allergy allergy is defined as state of hypersensitivity included and used by exposure to particular antigen allergy resulting in harmful immunologic reaction on subsequent exposure anybody can give me an example for allergy any example please any example any volunteer it is defined as state of hypersensitivity induced by exposure to particular antigen resulting in harmful immunologic reaction on subsequent exposure benicillin uh no no not yeah this is called drug allergy you that's mean uh benicillin drug allergy no allergy exposure to uh allergen antigen who antigen who's going to be able to no volunteer okay skin rash articaria yeah 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 it's it's uh dermatitis yeah uh dr amira uh that uh all said uh articaria angioedema also uh like uh bronchial asthma it's also maybe the patient exposed to dust to uh something uh uh exposed to this type of uh allergen and cause uh bronchial asthma uh bronchial asthma for these patients okay anaphylaxis this is the most dangerous type of allergy it's defined as severe systemic allergic reaction following 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 exposure to specific substance in susceptible individual uh uh having a patient uh anaphylaxis anaphylaxis طيب مثال عندنا زي ايش الانافيلاكس مثلا زي بعض الناس عندهم يعني susceptible for to have anaphylaxis not all patients and it's this is not non-predictable sometimes patient will have anaphylaxis from one type of medication and the other has no anaphylaxis from this same medication i give you this example when i start for that man a gentleman that he he was using the augmentin for years to management of sinusitis just he went to states and used their formula and the patient was suffering suffering from anaphylaxis the drug allergy is defined as having a low threshold to normal pharmacological action of drug for example a patient may have mild stomach upset after taking antibiotics بايوتكس طبعا الدراج اليرجي زي ما قال زميلنا طاها انه ممكن يكون من البيتسيلين ممكن في ناس تحصل عندها صار عندها مثلا stomach upset after taking antibiotics اكتر ناس اكتر نوع من انواع الانتيباتيك اه ممكن تعمل stomach upset ممكن احد يقول لي عليها الشيء مين اني فولنتير اكتر انتوبياتيك ممكن تأثر على المعدة ممكن تعمل حساسية في المعدة انتوبياتيك ممكن تعمل حساسية في المعدة 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 ممكن تعمل ح example about the cross reactivity أنا حقول التعريف definition حشرحها non-steroidal anti-inflammatory excellent excellent بنسلم مع مين بنسلم مع مين cross reactive واحد عنده بنسلم صح مضبوط هو عنده بيتالكتام بنسلم عنده حساسية منهم ايش الكروس مع مين ممتاز طاها نو خلينا بنسلم الحين ونستيرويدا الانتينفلاماتوري هنتكلم عنهم واحد واحد خلينا نتكلم عن excellent طاها بس أنا حقول لكم الحين I will I will cephalosporine excellent I will talk now about it in detail cross reactivity is defined as sensitivity to substance that predispose an individual to sensitivity of other related substance example cross sensitivity with allergic reaction may develop between antibiotics of similar chemical structures طاها ممكن اعرف يورس بشالتي لو سمحت اجاباتك رائعة فبدأ ممكن عشان حنتكلم في هذا الموضوع pharmacist good هو انا عرفتك انك pharmacist من خلال الاجابات حقتك cross reactivity انا انت يا طاها يعني هذا pharmacist اتصل عليك physician وقال لك عندي مريض I have patient عنده حساسية من البنسلين اقدر اعطي سيفالوس بورين what is your answer as a pharmacist what is your answer patient عنده حساسية من البنسلين وكلمك الدكتور الفيزيشن او الدكتور قال لك انا ابغاء اعطي سيفالوس بورين اقدر اعطي ولا لا your answer volunteer please no طاها قال it depends on the case احنا ما نقول it depends on the case ما دام البيشنت عنده حساسية من البيتالاكتاميز من بنسلينز من مجموعة هادي حنبعد good excellent دكتور اميرة حنبعد عن الجروب هذا كله السيفالوس بورين مع البيتالاكتاميز نبعد عنهم تماما ايش حنعطي بدالهم ايش يعني لما انا عندي cross-sectional reactivity macrolides excellent excellent طاها excellent فانا لما انا يكون عندي البيشنت عنده cross-sectional cross-reactivity من نوع من الانتيبيوتكس مثلا عنده حساسية من البنسلين وجم مجموعته اقوم انا ابعد عنه تماما وابعد عن السيفالوس بورين لانه ممكن يحصل cross-reactivity فابعد عنه فاروح اعطي بداله الماكرولايد او fluoroquinone it's good طيب بالنسبة للانستيرويدا الانتيفلماتوري لما يكون انا عندي مريض ربو وعنده حساسية من الفولترين الاسبرين حبعد برضو عن مين حبعد عن الفولترين ابعد عن النانستيرويدا الانتيفلماتوري لانه ممكن لو اخدها المريض هذا مريض الحساسية مثلا من الفولترين وعنده يصير عنده هبوط في التنفس وممكن لا سمح الله نفقد المريض لانه كان في عندي cross reactivity طيب drug hypersensitivity and immune mediated response to drug agent in a sensitized patient include both allergic and pseudo allergic drug reaction طيب هندخل في التائل الجزء المهم جدا الحين حنتكلم على classification of ADRs the classification of ADRs we have type A and type B what is the difference between type A ADR and type B ADR type A عادة it's predictable خلاص احنا متوقعين زي ما احنا قلنا متوقعين انه يحصل من هذا الدو من مثلا هذا الدو او نتيجة استخدام هدول الدو متوقعين انه يحصل منه adverse drug reaction عادة بيكون common معروف related to pharmacologic action of the drug may occur in any individual مثلا ايش بيعمل قد ممكن يسبب hepatic toxicity with high dose مثلا مثال عندنا البندول هو اسهل مثال عندنا البندول اللي ناس قاعدة تاخده as otc medication موجود على الرف الصيدليات patient يروح ياخده يشتره عادي حتى لو بالنسبة لل pharmacist لو شفته دائما pharmacist بيقول للمريض ممكن تاخده كل 4 ساعة عند اللزوم ولكن لا تاخد منه اكتر من 8 حبات في اليوم حتى لو patient قد يكون patient بياخد بس حبتين في اليوم ولكن بياخد سنين طويلة هذا كل ممكن يعمل hepatic failure طبعا احنا متوقعين this is predictable يعني احنا يعني نعرف انه نتيجة chronic use of acetaminophen قد يعمل hepatic failure او مثلا side effect من sedation مثلا مثلا عندنا الادوية مثلا اللي هو antidepressant هذا tricyclic antidepressant بياخدون الناس ممكن يعملهم ascitation نعيسهم مثلا عندكم بعض الانتستامين مضادات الحساسية حتى في ناس الحين تروح تاخد اللي هو ال benadonite عشان فيه انتستامين عشان تنام فهدي predictable وكمان ومجرد ان نوقف الدواء بيخف الباشن خلص ما بيصير عنده مشكلة بالadvert drug reaction ما بتكون serious يعني او drug interaction مثلا زي الثيوفلن toxicity in the presence of erythromycin بيحصل نتيجة استخدام الثيوفلن اللي بناخده للربو مع الانتباوتك اللي هو الerythromycin المشكلة هنا هذا سهل جدا type a reactions مجرد انه الpatient يوقف او dc medication بيروح المريض على طول مجرد انه نعمله dc كل حاجة بترجع على طبيعتها المشكلة في non predictable unpredictable واللي هي uncommon المريض ايش بيكون المريض بيكون بياخد الدواء زي كل الناس بتحت اشراف طبي بجرعته therapeutic ما عنده مشاكل ما عمره عانى من هذا الدواء يعني عادي اي احد يقدر ياخد الدواء هذا ولكن فجأة تلاقي هذا المريض صار عنده مشكلة serious لانه اخد الدواء هذا بينما لو اخد مريض تاني وبنفس الجرعة ما صار في شي ليه بتحصل بعض المرضى من جواهم يعني طبيعتهم البيولوجيكال بروسسينج حقتهم بتختلف عن غيرهم عنده حساسية من نوع معين هو الدواء هذا ما بيعمل حساسية لكن هذا المريض صار عنده حساسية منه مثلا في بعض المرضى عندنا مثلا كل العالم بتستخدم انسولين كلها بتستخدم الانسولين سواء 70-30 سواء سواء اسبار اي نوع من نوع الانسولين في بعض البشن مثلا واحد مريض مثلا بكل كم بالمية كل مية الف يمكن بيعمله لور لم اديمة هذا هو كده ربي خلق هذا المريض عشان يصير به كده ما نعرف هذا بيحصل لبعض المرضى فهو يعني احنا صرفنا الدواء اعطينا المريض وكتبنا له الدواء وكل شي على انه ما في شي ما بيجي له شي لكن المريض هذا جاله ضيق في التنفس جاله يعني Unpredictable Uncommon فهذا عادة not related to pharmacologic action of the drug طبعا اكير زي ما قلتلكم only in susceptible individuals example hyper sensitivity immunologic reaction اللي هو الانافيلاكتك with penicillin administration زي ما قلتلكم موضوع كمان الاوغمانتك اوكي يعني بعض الناس بيصير عدة حساسية لكن ما احد متوقع انه هذا المريض يصير عنده anaphylactic shock ويموت بسبب جرعة بنicillin او augmenting timing of anaphylaxis type 1 reactions ige mediated reaction occur rapidly after the last administered dose يعني المريض اخذ الدواء اذا بدها تحصل الانaphylactic reaction بعد اخر dose اخذها المريض the time to honest is influenced by the route of administration طبعا اسرع ال route of administration l-iv بتكون عادة seconds two minutes يعني ممكن ياخذ المريض l-iv دواء من هنا على طول يجي له reaction وممكن يموت على طول ساعتها second to thirty minutes two minutes ال-oral لانه الامتصاص لسه بروح عن طريق الاستومك بعد يروح للليفر بعد كده يروح للblood stream ففي هذه الحالة بيكون from three to thirty minutes يعني من ثلاث دقائق لنص ساعة اذا كانت المعدة فاضية اذا المريض كان اخذ الدواء لمعدة فاضية في هذه الحالة بيكون تقريبا تحصل الانaphylactic shock عند مريض from three to thirty minutes with food بتكون طبعا بتكون from ten to sixty minutes بتطول على ما تظهر لانه في المعدة الامتصاص اقل عشان المعدة فيها اكل ال-Ig immediate anaphylactic reaction should not begin several days into course of therapy طيب في الدكتورة اميرة طبعا كلمت قالت احنا لما منقابل المريض بنسأله وفي ريحانة قالت لي انه في short stay او بيقولوا بياخدوا الهيستوري من المريض طبعا الهيستوري ايه زي ما قلتوا كلكم قلتوا الكلام هذا نسأله are you allergic to any drug any food what happened when you took this medication or this food when was this reaction طبعا هو قال لي انا قلت له طب انت عندك حساسية من اي نوع من الدواء اذا قال اي اوكي لما صار عندك خلاص هو ال patient قال لي انه انا والله عندي حساسية من هذا الدواء اوكي نايس عندك حساسية طب لما صار الحساسية ايه صار بضبط حكيلي قد يكون بعض patient ويتخيلوا انها حساسية وما بتكون حساسية فلازم احنا we have to take a good history from the patient ايش نوع الحسية مثلا هل انتفخ خلسانه هل طلع عن طريق طفح جلدي هل حصل عنده ضيق في التنفس ايش الحساسية اللي جاتو متى صار عندك الرياكشن بعد ما خدت الدوب كم دقيقة من كم شهر من كم يوم هل عندك حساسية تانية لازم we have to get a good history from our patients اكتر ادوية common medication can cause drug allergy anti-convulsants anti-convulsants احد بيعرف كيف شكل الحساسية بتيجي نتيجة anti-convulsants على شكل ايش في volunteer الحساسية of allergy من anti-convulsants كيف تيجي سكر راش ممتاز غيره محمد بيقول لي سكر راش ممتاز غيره اللي انت convulsants في الحساسية حاجتهم حاجتها مرة صعبة وذي كلير هستلو فأزمتك غيره fever excellent fever وش كمان يا راح هنا ممكن يحصل الامتصاص حقه عن طريق مين الanti-convulsants الميتابوليزم عن طريق وين وين بيحصل liver ممتاز معنى اش هيصير عند الpatient محمد excellent hepatitis ممتاز عشان كذا انا ركزت على anti-convulsants لانه ممكن يحصل عند الpatient multi-organ abnormalities من الanti-convulsants مرة serious الالرجي من الanti-convulsants is very serious can cause fever hepatitis multi-organ abnormalities الanti-infectious agent كلنا عارفينها بيحصل برضو skin rush بيحصل ممكن كمان اذا دخل سببها في زي البنسلين يدخل مثلا في anafilactic shock ممكن يحصل عنده ضيق في التنفس وممكن يحصل هبوط في التنفس neuromuscular blocking agent كمان والنانستيرويد الanti-inflammatory بالذات الدكلوفيناك مع مرضى مين مع مرضى الربو الريديو كونتراست ميديا very important very important very important في حد يقول ايش بيسوي الريديو كونتراست ميديا ايش ممكن تعمل ومع اي دواء ولازم في دواء very famous يتوقف قبل الريديو كونتراست ميديا at least 24 ساعة او 36 ساعة مين يا فارمسيست ولنتير رينال طيب اوكي بيعمل رينال توكسيسيتي بس ممتاز بيعمل رينال ممتاز ممتاز متفورمين اكسلن لازم اي مريض رح يتعرض لل ريديو كونتراست ميديا لازم ناخد الريكنسيلياشن حق الميديكيشن اللي هو عليها لازم نعرف انت البيشن لازم نعرف منه ايش الادوية اللي هو عليها فالبيشن اللي بياخد متفورمين ورح يدخل لريديو كونتراست ميديا لازم البيشن هذا ايش يصير المريض هذا لازم يوقف المتفورمين لانه احتمال نسبة كبيرة انه البيشن اللي بيكون مثلا دايبتك بيشن وعنده مشكلة مثلا داخل يعمل اماراي وعطوه كونتراست ميديا وهو عن متفورمين ممكن يحصل عنده رينال فاليار كيستو كيستو فالpatient 11 year old girl has a history to penicillin and cifroxim which was documented in her file prescribe ايش عملو لها عطوها ciprofluxacine IV 30 minutes after administration patient become hypotensive and have anaphylactic shock طبعا انتو you gonna surprise that while patient عندها اليرجي من البلسيل و اعطوها cipro ودخلت في hypotensive and anaphylactic shock حنشوف الابنفرين here الابنفرين dixamethasone diphenhydramine was given for patient والpatient راح على الBICU ليش راح الpatient على الBICU حنشوف reviewing the patient chart by immunologist it was discovered that 10 months back patient had query drug reaction after taking of ciprofluxacine ciprofluxacine كان هما بعدوا لما جاء patient عرفوا شوفوا هنا patient هما عرفوا ان عندوا حساسية من السفروكسم ومن الpenicillin فراحوا بعدوا عن كل الجروبات هذه وراحوا وعطوا المريض cipro ما كانوا اخذين good history for these patients لان patient هذا since 10 months ago كان عنده شك انه حصل عنده drug reaction سبب ciprofluxacine طبعا نترك موجودة في الفايل حق الpatient ADR reports was not initiated هذه المشكلة اللي احنا تكلمنا عليها من البداية وقلنا انه مصيبة انه الpatient يجيل الادبر drug reaction وما يسجله وبعد كده صير مشكلة للpatient therapy management non anaflaxis اول حاجة عشان الpatient جاتوا الحساسية بس ما هي anaflaxis الحساسية العادية من اي medication كيف نعمل ها management على طول نعمل زي ما قلنا discontinuation of the offending medication called the prescriber MRB systemic corticosteroids على طول not systemic corticosteroids may speed recovery in severe cases of drug hypersensitivity if the can patient suffer from the skin rash we can use topical corticosteroids and oral antihistamine to improve dermatologic system symptoms additional therapy for drug hypersensitivity reaction is largely supportive and symptomatic symptoms will resolve within two weeks if the diagnosis of drug hypersensitivity is correct for the acute anaphylaxis for the acute anaphylaxis management على طول epinephrine IM epinephrine IM epinephrine IM في anaphylactic shock على طول بدون ما نفكر نعطي intramuscular epinephrine طبعا for standardized anaphylaxis kit for the adult and pediatric available شوفوا available في floor stock على طول عندنا اللي هو epinephrine epinephrine 1 mg طبعا كل هاد الاشياء بتكون di فين hydramine normal cell كل هاد الاشياء بتكون موجودة في الكتب في الكتب بس اهم medication اللي هو epinephrine طبعا هادي الابي بي الاليرجي status identification and documentation موجودة في national guard hospital اكيد موجودة عندكم انتو كمان اذا كان suspected anaphylaxis كيف ممكن المانجمنت حقتهم طبعا هادي كمان الاسبران sensitivity algorithm اذا كان الpatient مثلا has any known allergy اذا الpatient عنده حساسية no confirm with the patient and document nka no known allergy والله الpatient احنا سمعنا انه الpatient هذا عنده حساسية حنروح نشوف مثلا yes هل هو sensitive to aspirin or non steroidal or اي COX-1 or COX-2 inhibitor طبعا اذا كان عنده فعلا we gonna use it رح نستخدم with caution age الاسيتومين ملوكسكام greater than 7.5 ميلي جرام سيلكوكسك او اذا patient allergic to another drug don't give drug or related drug check-in حتروح تعملوا شوية تريوي في الميكرو medics about this medication اذا الpatient sensitive to aspirin don't give aspirin اللي قلنا عليها احنا قبل شوية اللي هي ال cross reaction كل هادي ممكن تحصل cross reaction وال patient ممكن يدخل في anaphylactic shock طبعا don't dispense or administer if treatment of treatment is prescribed or recommended contact prescriber and alert them to the patient history of allergy and anaphylaxis remember that pre-medication will not prevent anaphylactic given period to allergenic drug مش مش انا اقول والله هذا المريض ممكن تجيل حساسية من او جالوا قبل كده من anaphylactic shock مثلا وعند فلا عنده حصل له anaphylactic shock pre-medication will not prevent anaphylaxis if given period to allergenic drug pre-medication only approved for previous immediate hypersensitivity reaction methanzyme radio contrast media which developed within one hour of administration how are we going to document the allergy this is the most important part for for which is called documentation documentation is very important please please we have we have to work together to motivate our healthy providers to document any allergy for patients allergy status must be documented before any medications are administered except in emergencies assessment and documentation of allergy is a diagnosis and must be determined by physician and attention given to the diagnosis of allergy period to prescribing it is the physician's responsibility it is the physician's responsibilities it is physician's responsibilities and physician's responsibility to verify document allergy as well as on the patient's clinical record order sheet which should lead to the patient chart to be flagged flagged with allergy statement flagged please with allergy statement so physician's responsibility to verify document allergy as well as the patient's clinical record order sheet which should lead to the patient chart to be flagged with allergy statement yes 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 Dr. Amira said yes 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 sure so it's your physicians it's your responsibility other teams physicians they have to verify and document the any allergy for patients in the file of the patients and the flag with allergy statement this we're gonna move to talk about allergy status not non-allergy the patient the patient and care and clinical records are clear that the patient has never experienced an allergic reaction to serve to severe adverse reaction or any substance طبعا لما يكون اللون أخضر ما عمره المريض تعرض لأي نوع من الحساسية فما عنده أي مشكلة nothing documented in his file that he has any allergy so not known NKA not known allergy unable to obtain unable to obtain only be used in exception and circumstances where it has no been possible to confirm allergy status upon admission allergy status must be confirmed as soon as possible طبعا هو patient حصل له admission والدكتور حاول مع المريض حاول مع أهل المريض يعرف وما عندهم أي خبر هل عنده حساسية ولا لا فعلشان كده this is physician responsibility to confirm as soon as possible if the patient has any allergy and to confirm allergy status for this patient طبعا الريد color الريد color wow الريد الاحمر الملعلي هذا معناها الpatient known this patient has known allergy has known allergy name the substance for medication لازم name of the substance مثلا إش هو الدواء هذا سواء generic name أو حتى trade name لازم نعرف الاسم حق المادة الفعالة اللي أو الدواء اللي سبب الحساسية عند المريض هذا وحصل فلاق حطوا فلاق وحطوا لون أحمر عشان يبينوا إن المريض هذا عنده حساسية so name the substance for medications the generic name of medication must be documented زي ما أنتوا شايفين هنا الحساسية حق الباشن طبعا الباشن هدور كلهم المدكيشن كلها عملت لبعض الباشن adverse drug reactions وكان نوحة سيفير 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 ولونها زي ما أنتوا شايفين red color what is recommendations on how to reduce the risk of medication error with non allergies الباشن اللي عنده حساسية ومعروف إنه عنده حساسية how are we going to reduce the risk of medication errors أول حاجة حنعملها we have to check the allergy status immediately before prescribing أو dispensing or administering drug for every drug every patient every time ما فيها لعب كيف حنا نقل the medication error على طول we have to check the status allergy status immediately قبل prescribing أو dismissing the whole administration لكل أنواع الأدوية لكل patient لأي نوع أي patient في كل وقت understand allergies and cross allergies اللي تكلمنا عنها understand allergies and cross allergies educate patients and care of their allergy status والله أنا صار عندي المريض عنده حساسية من نوع من أنواع الأدوية الميديكيشنز وجاء والدكتور ما شاء الله كتب أنه عنده حساسية في الكمبيوتر ولا شرح له ولا أعطاه خبر ولا أعطاه الكير اللي مع ابنه ولا أي أي كير مع ابنه الشغالة المدرمين العامل العاملة لازم يعرف أنه هذا المريض عنده حساسية هو المريض نفسه لازم يعرف عشان لما يروح لأي مكان يقول عندك حساسية والله عندك حساسية من الدول فلاني المريض اللي احنا لازم نعرفه ايش الحساسية اللي عنده لازم يكون عارف انا عندي فيه بيشن جتنا المستشفى في عندنا مريضة جتنا المستشفى دخلت وداخل عندنا يعني تعبانة وكده فكتبوا لها دواء قالت يا جماعة انا اللي جاني بسبب الدواء الفلاني كانت حساسية ايش صار عندها لورليم اديمة قالت لهم والله بسبب الدواء قالت لهم انا متأكدة انا من يوم اخدت الدواء هذا صار عندي شي لورليم اديمة ما حتصدق المريضة قالت لهم يا جماعة وقف الدواء حكوني كويسة تصوري حتى الريعة عبت عندها موية فعلا اول ما وقفنا الدواء البيشنت راح منها كل شي وامورها صارت كويسة ليه المريضة عندها علم انه هذا الدواء قبل كده سبب لها المشكلة هذه بس صحيح ما سجلت في الملف بس هي عندها علم على الاقل لما اخده الهيستوري لما راجع هي كانت راجع مثلا في السعودي الالماني وجات عندنا في الحرس في الحرس ما عندنا علم انه عندها حساسية الحرمة من الدواء الفلاني هي قاعدة تشرح تقول يا جماعة انا اخدت الدواء هذا وعمل لي حساسية الدواء هذا مو كويس قاعدة تناضي وفعلا وقفت الدواء وقعدنا طبعا احنا معها انا ككلينيكال فارنس اتكلمت معها وقد عارفت فعلا انه جات حساسية ومتى صارت الحساسية وساعتها عملنا فلاغ احنا وعملنا ريلي ودخلناها في الكمبيوتر بس مو من عندنا كانت لو المريضة هادي ما تعرف احنا اجدران انه عندها حساسية من الدواء هذا فالبايشنت عارفة من اول عندها حساسية من نوع من نوع هذا الدواء طيب standardize allergy history taking and documentation لازم يكون free standard للallergy history taking and documentation maximize the impact of computerized prescribing طبعا هذا عندنا تطبيق في الحرس التطبيق هذا في متناول كل المرضى ممكن يدخلوا يشيكوا على نتائج تحاليلهم ممكن يشيكوا على نتائج الأشعات حقتهم يشوفوا مواعيدهم أشعاتهم كل حاجة موجودة فيه هذا التطبيق وموجود فيه اذا المريض هذا عنده حساسية من اي نوع من انواع الأدوية حيشوفوا اذا فتحوا التطبيق فعشان كده احنا نقول educate patient or carer of their allergy status displays the basic health information the electronic medical record shows the user's basic information such as patient number and blood type زي ما احنا شايفين displays all allergy information that has been documented كل شيء بتلاقوه معروض اذا البشانت هذا عنده اي حساسية او اي معلومات عن الحساسية documented in his or her which contain and related to allergic details the name category and date shows the user's basic health information such as highest كمان بيبين الطول حق المريض الوزن المريض كله موجود الbody mass index موجودة في معلوماته كاملة في عندنا هنا الABB في allergy and diaper sensitivity recording and documentation سح تشوفوا في التايتل هير موجودة مثلا طبعا هادي موجودة عندنا في الحرس allergy status identification and documentation safe patient care is our gold اي سؤال لو سمحتوا اي سؤال ابغال لو سمحتوا نتشارك اي سؤال المحاضرة واضحة المحاضرة واضحة سؤال اي سؤال الفيزيشنز الفارمسيست الاثر هيلت بروفايدرز اللي عنده سؤال يقول لو سمحتهم عليش اي سؤال تفضلوا ان شاء الله تكون يعني كان يعني استفدتوا من المعلومات كويس معلومات كانت واضحة طيب انا حبد المحاضرة اللي بعدها ان شاء الله حتكون عن which common antibiotic causes allergic if not known any allergic history اكتر حاجة اللي هي البنسلن اكتر نوع محمد بيسألني بيقول اكتر نوع من الانتيباتيكس بتعمل حساسية if not known any allergic history طبعا السيبرو كمان السيبرو يا محمد ممكن يعمل لكن زي ما قلنا ممكن يكون شيء non predictable بس المتعارف كتير يعني 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 اكتر زي ما يقولوا البيب بيعمل حساسية عندنا البنسلن اكتر شيء بيعمل حساسية برضو السيبرو قد يعمل لكن برضو مش مع الكل نفس الشيء فالانتيباتيكس فيه منها كثير زي ما احنا قلنا مو بس الانتيباتيكس تعمل حساسية ممكن الانتيكومفالسن زي ما انتو عارفين اتكلمنا احنا الانتيكومفالسن كديش ممكن تكون فاتل الالرجي منها فالADR هذا شيء مهم والريكورد الديكومنتيش الديكومنتيش حكته مهمة جدا جدا فعلشان كده مهم جدا ان نكون يعني aware about الالرجي how to documented لازم الفلاق كيف نعمل الفلاق لازم نكون aware about the allergy زمان كانت المرضى للأسف تدخل المستشفى وتموت بسبب أدوية وما حد عارف انه بسبب انه بسبب بعدين بعد ما يموت المريض يعرف انه عنده حساسية من الدواء الفلاني لانه ناترك الديكومنتي الحين عندنا جماعة الكواليتي ما شاء الله تبارك الله شغالين كويس ورائعين في الشغل ويترفع لهم القبعة بشغلهم ما شاء الله تبارك الله they are saving a lot a lot of patients' lives because of their documentation for ADR حنروح للمحاضرات islai duadha شكرا شكرا محمد الله يسعدك إن شاء الله الله يسعدك على التعليق الرائع شكرا شكرا واضحة السلايد نبدأ هنتكلم على اللازا ميديكيشن بيانت عندكم نبدأ لكانعيس مدككيشن نانسان